اشتركوا في القناة في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لإحدى القنوات العربية في حوار له نشرته قناة الشرق على موقعها الإلكتروني بشأن أحدث توقعات الصندوق للمنطقة وأضف أزعور أن السلطات التونسية نفذت بعض الخطوات اللازمة المضمنة ببرنامج الإصلاحات فيما لا تزال خطوات أخرى يجب تنفيذها مشيرا إلى أنه تم العمل مع حلفاء تونس لحشد ضمانات تمويل إضافية في شأن آخر أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية تخصيص عشرة ملايين أورو من المساعدات لفائدة تونس سترصد منها نحو ستة مليون فاصل خمسة لتوفير معدات إضافية لمكافحة الهجرة غير النظامية وفق ما أفادت به وكالة نوفا الإيطالية ونقلت عن بيان صادر عن الوزارة أن القرار يأتي في إطار متابعة ملموسة للقاء الذي جمع وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبي العمار بنظيره الإيطالي أنتونيو تاياني الذي صرح بأن إيطاليا تؤكد دورها المحوري في دعم تونس في جميع المجالات منوها بأن قرار ضمان موارد إضافية لتونس للتعاون في مجال الهجرة يشكل بادرة ملموسة جديدة لمرافقة السلطات التونسية في إدارة هذه الظاهرة التي توحد البلدين وبحسب البيان تقف إيطاليا في الصفوف الأمامية في دعم السلطات التونسية في مكافحة النشاط الإجرامي للمتاجرين بالبشر في المجال السياحي رست صباح اليوم بميناء حلق الوادي سفينة سياحية قادمة من ميناء برشلونة وهي الرحلة الثالثة لهذه السفينة والسابعة تحط في الميناء منذ بداية موسم السفن السياحية الذي انطلق في أفريل المنقذي ووفق مدير ميناء حلق الوادي محمد عمران فإن سفينة تقل حوالي ستة آلاف سائح وألفين عنصر من طاقم السفينة التي تقوم بمسار على مدى ثمانية أيام وقد انطلقت الرحلة من ميناء مرسيليا الفرنسي باتجاه ميناء برشلونة وهي الترس في ميناء حلق الوادي إلى حدود الخامسة مساء على أن تواصل مسارها إلى كل من باليرمو ونابولي وجنوا وتأتي هذه الرحلة بالتنسيق بين مختلف الوزرات لتحقيق انتعاشة اقتصادية في الميناء التجاري بحلق الوادي والتعريف بالتراث المادي واللامادي لتونس الحرص من وزارة النقل باعتبارها المشرف على المواني التجارية بمفاهم ناحا القلواد لاستقطاب هذه الرحلات ثم عمل كذلك على المستوى الحكومي بالتنسيق بين وزارة النقل وزارة السياحة وباقي الوزارات لاستقطاب هذا النشاط ولتطويره في المواني الداخلية الأخرى خاصة مواني الجنوب على غرار ميناس فاقس جابس وجرجيس اللي تتوفر على مخزون سياحي اللي هو فارد منه على مستوى المتوسط اللي يكون بوابة لاستقطاب مثل هذا السنف من السفن دعم فني لحرافيات الجنوب وآخر مادي يقدمه مشروع المرأة الحرافية بالجنوب من القطاع الموازي إلى القطاع المهيكل هذا البرنامج ينفذه ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الحكومة النرويجية نابيلا جمودي حرافية بمدنين في التطريز والخيطة تعمل في مجال الصناعات التقليدية منذ سنواتنا تتمح إلى أن تطور من مشروعها وتسوق أكثر لمن تجهى طموحاتي يعني معناه بشن مذبية على مشروع نكبر مشروعي أكثر مشكلتنا نحن في الخدمة والترويج ما فهميش معناه مشكلتنا في الترويج الصناعات التقليدية معناه حاجة تراثة جداد نحن نقول وماذبين معنا من نحوهاش نابيلا هي وثلاثون حرافية من ولاية مدنين تم قبلهن في مشروع المرأة الحرافية بالجنوب من القطاع الموازي إلى القطاع المهيكل لينطلقنا بدورة تكوينية كمرحلة أولى في تنفيذ المشروع أنا شاركت اللي كوني نحب نحسن روحي ونحادي عندي طموح اللي كوني نوصل إن شاء الله نحب خطر عندي طموح اللي كوني نحسن نسيجي لدي ويمتاعي نخدم منها برش حاجات في الدكور وطلق نعمل منهم بو برش حاجات بعد التكوين هذي احنا قلنا 180 حرافية تمتعوا بتكوين منهم 120 بشيتمتعوا بدعم مالي في حدود 5000 دينار لاقتناء مواد أولية ومعدات صغرى تشجيع للحرافية التمكين الاقتصادي للمرأة الحرافية بالذات معنا حبينا خطر الحرافية اللي عندها صنعة واللي عندها موروث وتحب التطورة نعرفوا إن فما بارش حرافية عندهم صنعة بيديهم عندهم موروث ثقافي موروث عن صريق الأجداد وكل لكن مش عارفين كافيش تطوروا أو ما عندهم مش السبل بشي تطوروا غاية من التكوين هذا إنه نمو قدرة المرأة اللي فيها على كونها تكون قادرة على إنها تسوق منتوجها على خطر عندنا حرافيات اللي ما شاء الله عليهم عندهم القدرة على معناها صنع منتوجات محلية غاية في معناها الروعة والكمال أما ساعات المرأة يخونها إنها ما تنجمشي تعبر على منتوجها سواء في المعارض سواء في مسالك التوزيع زاد ساعات تكون شدة في مسلك واحد ما تعرفش مسالك التوزيع وزاد مضابين النمو قدرة المرأة في آليات العرض حرافيات لازلنا يتمسكنا بصنعتهن بولاية مدنين ومشروع المرأة الحرافية بالجنوب من القطاع الموازي إلى القطاع المهيكل سيمكنهن من تطوير مشاريعهن وسيساهم في دعمهن من أجل النهوذ بقطاع الصناعة التقليدية إلى مدينة المونستير التي احتضنت الأولمبياد الفرنكوفوني الرابعة للرياضيات والتي أقيمت في تونس لأول مرة بمشاركة 12 دولة من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية هي الراية الوطنية بين أيدي أبطال الأولمبياد الفرنكوفونية للرياضيات التي احتضنتها المونستير بمشاركة 12 دولة من القارة الإفريقية والأوروبية والأمريكية جمعهم الشغف بالرياضيات في إطار الأولمبياد الفرنكوفونية الرابعة التي أقيمت بتونس لأول مرة وحققت فيها حصادا مشرفا من الأول كنت خايف شوية أني من حققش نتيجة خطر أول مشاركة وديما الأولمبيادات على الصعيد العالمي ما تكونش سهلة أما بالخدمة واحد وكل شيء واحد ووصل الحقق نتيجة والحلم الكبير متاعي هو أني نولي رأة فضاء وعلى شلال نعمل وكالة فضاء في تونس كانت هذه أول مشاركة دولية لي وما كنتش نتوقع تتفيش متأة حصلت على الميدالية البرونزية تعلمت برشا حاجات جديدة وديتيوري مجدود في المات ما زلت مقرتهمش في الليسي تحصلت على الميدالية البرونزية في صنف الأساغر نحب نشارك ونجيب حاجة صنفها في الأولمبياد العالمي للرياضيات ونحب نقرأ في جامعة من آيفي ليكس جامعة كبرى في العالم بحاجة صنفها هذه المسابقة متميزة جدا والتلاميذ المشاركون فيها هم تأكيد أبطال حقيقيون في بلدانهم ومسابقة النهائية سبقتها تصفيات جهوية أسفرات عن مشاركة عدد من التلاميذ منتمينا لعاشر من دوبيات جهوية للتربية بين أساخر وأكابر تم تأثيرهم من قبل الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات وقع توزيع الجوائز على مستحقها وتكريم الفائزين اللي عددهم عدد محترم وعندنا تلامذة منها لحقيقة مستواهم عالي برشا ورغم أنهم فيما تلامذة منها سنة أولى ثانوي كل قاعدين يخدموا في مستوى باكالوريا رياضيات هنا بالنسبة لأبنائنا اللي حضروا واللي عداوا بالحضور توجوا بستة ميداليات برونزية وزوز ميداليات فضية بالنسبة للدول الأخرى اللي كانت عن بعض كنا كما تشوفوا وراه ويشوف كل شي فيها خدمنا نحن جمعية تونسية المسابقات وثقافة الرياضيات نحتضن أبنائنا من الابتدائي حتى ننصلوا بهم إلى أعلى مراتب دولية مشاركة مشرفة لتونس تثبت من جديد المستوى المتميز لأبناء تونس في مختلف المجالات العلمية إذ يكفي الأخذ بيد هذه المواهب وتأطيرها لبلوء أسمى المراتب في المشاركات الدولية في تظاهرة علمية أخرى انتظمت بدار الشباب برديف من ولاية قفصة فعاليات الملتقى الجهوي الأول للفلك وذلك تحت شعار الفضاء تميز وأسرار النقل التالي ومتابعة لهذه التظاهرة أكاديمية علمية للفلك وتكنولوجيا استقطبت مجموعة من الشباب من روادي دار الشباب برديف ومنها انطلقت فكرة الملتقى الجهوي الأول للفضاء بالشاركة مع مدينة العلوم التي التأمت على امتداد ثلاثة أيام تحت شعار للفضاء تميز وأسرار الحاجة التي أعجبتني في الأكاديمية هي حديثة الويضة الأكاديمية وسبارك الله عملت برشة حاجات معتها عملت تظاهرة وعملت صنعنا تليسكوب وتوى ملتقى جهوي معتها علم الفلك حاجة تخليك تكتشف العالم تكتشف انت كيفاش تعيش الدنيا كيفاش تخدم برض أي حاجة تحب تكتشفها بطريقة سهلة وبسيطة مش كما الناس شوفوها ماتيماتيك فيزيك أكثر لا فيه ثقافة عامة الملتقى هذا حبنا يكون كأول بذرة تكون في المؤسسة في فليد قفصة يكون كأكاديمية خاصة في علم الفلك تكون كنواة لدفيدر الشباب هي بطلب من الشباب للنادي هذه حب يكون الاختصاص متاعه علمي لذلك اخترنا بشنا نقوم بتكوين الشباب في مجال علم الفلك دروس نظرية وأخرى تطبيقية حول علم الفلك وحركة الكواكب والنجوم وورشات لصنع خريطة السماء ورزد الشمس وبعض بقعها فقارة أثثت ملتقى علوم الفلك والفضاء برديف الذي مثل فضال الاستكشاف وتبسيط المبادئ الأساسية لعلوم الفضاء والفيزيو ورياضيات عبر فقارة أثثها خبراء عن مدينة العلوم هذه مدينة العلوم في إطار نشر ثقافة العلمية وتقريب المعلومة العلمية للشباب إلى عماق تونس جينا للرديف مش نحاولوا يعني نقربوا المعلومة للشباب وجبنا لهم القبة الفلكية اللي هي في الحقيقة يعني عنا القبة الفلكية اللي هم الساعدة تصعب على الشباب وعلى الإدارات إنها تتنقل ذلك يعني مدينة العلوم هو وجبها إنها تتنقل إلى الجهات تذية كانت فرصة متميزة بالحق لإكتشاف المواهب الشبابية ونشر الثقافة العلمية بمعناتها ذاك أهم هدئي كنقولنا الثقافة العلمية هو النشاط الفلكي وقد تمكن شباب أكاديمية علم الفلك الناشطة بدار الشباب برديف من رحلة استكشافية فضائية عبر القبة الفلكية لمدينة العلوم ومن خلالها استمتع شباب برؤية نجوم والكواكب والشهب السماوية رحلة في الزمان والمكان بطعم علوم الفيزياء والفلك والرياضيات لا تتاح دائما لشباب المناطق الداخلية رغم ما يتيحه ملتقى المسرح المدرسي للتلاميذ من فرص للتعبير وسقل المواهب والتفاعل الاجتماعي والثقافي يظل حسب المختصين تطويره في حاجة ماسة إلى مراجعة الزمن المدرسي التقرير التالي يلقي الضوء على هذا الموضوع المسرح المدرسي ونواديه في هذه الفترة يتلمس الطاقة التي تظهر في المدرسة وتبحث في الرقح عن أحلامها ورسائل تحاكي واقعها ويملأ ثغرات تظل دائما من مشموليات الثقافة عجدني مسرحية برشا برشا نحب في مدرستي نشارك مسرحية كيفة ورفع على نفسي نحن نقول لي ممثل شنو اللي عجبك فيه مسرح معناتها يحكي على قصص موجودين في حياتنا كمثلا الحرقة كمدرسة كمباشر حوالي في حياتنا مش راعي وهم مش العباد يفهموا اللي هيك غلط مثلا تتعلم انك ما تحرقش وكل وليزمك تتعلم انك تتلاب صغارك معناتها تحكي معهم ما تحطهم شاكيكا سباغي كوي كوي ناكا شو استفدت ونحب يسر المسرح والله انا الحقيقة كنت قبل في اول عام كنت يسر حشي معاك وبالصف ناجم نحكي وكي تخلت نادي المسرح تعلمت بارش حاجات تعلمت كيفاش ناجم نوصل صوتي للعبيد نادي اذا يعلمك كيفاش تتغفيروحك كيفاش تعرف تحكي قدام بارش عبيد وتخذرهم في عينيهم وما تحشمش يعلمك بارش قيم تعلمهم حتى مع أصحابك جاولي تعملوا سلة أهداف لن تجد أفضل من الركح لتحقيقها ولا أفضل من الإطار التربوي لتأمينها إلا أن الزمن المدرسي جعلها أثقل وأربك استقرار النوادي المدرسية التوقيت متاع قلقك في قرائتك لندي مشاركة في المسرح والله شوية كم الماضي ساعة قصية ساعة مقريش باش نزيل نحضر المسرحية اليوم متغيبة باش نجم تعمل الملتقى وتليمثل كل كيف كيف وعننا امتحانات أصلا فمشكون عندهم فروض اليوم وأجل نهالهم باش نجمنا نعملوا العرض اليوم دوك يوميا عنا قرية حتى في اللويكانت في الكل ما عنيش بالحق لا وقت لا باش نبرفوا لا باش ننشطوا ولا الإمكانيات زادة باش نعملوا الأمور هذي اليوم احنا نقول لزمن المدرسيز مياخذ بعين اعتبار الزمن المخصص للنشاط الثقافي للنشاط الموسيقي للنشاط الرياضي للنشاط العلمي باش احنا نخلقوا ناس متوازنين وناس قادرين على انهم يذفروا التجديد والابداع والخلق وقادرين انهم يقودوا تونس اذا ضفها تكون افضل حكايات كبيرة ولدت في هذا التماسي بين الركح والمدرسة حكايات تعيد باشياء جميلة شكلا ومعنى لعلاقة لها بتلك المشاهد التي لا تبحث سوى عن عدد الجامعات الفيسبوكية منتهكة حرمة الطفولة والثقافة بالموقع الاثري بيسبيتلا من ولاية القصرين انطلقت فعاليات الدورة الثلاثين للمهرجان الثقافي والرياضي لديوان الخدمات الجامعية بالوسط مهرجان يتيح للطلب فرصة الاطلاع على مواقع اثرية متميزة في تونس اكثر من ثلاثمائة طالب من ولاية الوسطة حطوا الرحالة بمدينة العبازي لسوفيتلا وبين معابد الكابيتولا كان لقاء الطلبة الذين جمعهم المهرجان الثقافي والرياضية لديوان الخدمات الجامعية للوسطة في دورته الثلاثين في الافتتاح برمجة ثيرية من بينها زيارة الموقع الاثري وبرمجة ناشاط ثقافي في الموقع الاثري بسبيتلا من اجل التعريف بالتراث البلاد للطلبة من مختلف ولاية اليوم ولاية الوسطة بالاضافة الى ولاية قيبست ولاية الوادي بالجزائر هو تشجيع ودعم للتدارات الثقافية والرياضية لأنه نعتبر أن النشاط الثقافي والرياضي هو عنصر هام ومحوري لتكوين شخصية الطالب وتحقيق توازنه وتحقيق داده وأيضا في لسق المواب هذا إضافة بالطبع للمحاور الأخرى التي هي هامة التي هي التدريس والدراسة وتكوين تطوير كفاءات الطالب لقاء الطلبة بملتقى الحضارات مدينة ما بين القصرين كان في إطار الاحتفال بالدورة الثلاثين للمهرجان الذي افتتحت فعالياته بالقصرين بباقة من العروض الطلابية ومسابقة في الرسم والغناء والاحتراع والإبداع يومنا قمنا بتظاهر في الأثار بتاع سبيط لا حبينا نبينه معناها نلبسنا لبساً بتاع الرومين وكله حبينا نحيو شوي الثقافة بتاعنا ولا حبينا نكونوا معناها نقدموا حاجة مزيانة على الأخرى مختلفين من سيدي بوزيد من القصرين جدنا حتى من حتى الأجانب اللي يجوه يجوه معناها نحبه نحنا نوريهم الثقافة متاعتنا كيفية تبادل الثقافات فيها مفتاحات على دول الأخرى والعادات والتقاليد جوا اليوم للقصرين بش يكتشفوا ثقافة القصرين وعادتها تقاليدها لقاء بين جميع الطلبة من الجهات اليوم يكونوا يتعرفوا على الموقع الأثري هذي ومن خلال المهرجين انثمنوا هالفضاءات الأثرية هذية اللي طلبة نحبوهم يزوروها كذلك عن عديد التظاهرات في الموسيقى في المسرح في السينما في تظاهرات رياضية كذلك ورشاد في الفنون التشكيلية يختتم المهرجين بمدينة سوسا وخصصنا كذلك حيز من المهرجين بش طلبة يكونوا يزوروا المتحف الأثري بسوسا اتتاحنا كان بفقارات المتنوعة بالقصرين المهرجين الثقافي والرياضي لجوان خدمات جميعية بالوسطة الذي سيختتم في السادس شهر ماي الجارية بجوهرة الساحل سوسا وفي جديد التظاهرات الرياضية نظم فرع جابس للمنظمة التونسية لثقافة والرياضة والشغل تظاهرة الرياضة للجميع تنافس خلالها نحو ألف مشارك من تونس ومن الجزائر في اختصاصات رياضية مختلفة في نسخة جديدة من تظاهرة سنوية ينظمها فرع ولاية جابس للمنظمة التونسية للثقافة والشغل والرياضة أكثر من ألف مشارك من عدة دول مغاربية يشاركون في هذه التظاهرة الرياضية التي تأتي تخليدا لفقيد المنظمة عبدالطيف اسويلح اليوم دورة العالمية هذه الثامنة دورة نعمل في جدر جربا نحن كمكتب جوي عملناه باسم زمين الله رحمه الفقيد اسويلح دورة هذه كانت حق عدد كبير ياسر قول أكثر من ألف مشارك عملنا ثلاثة نزول نظرا لمعناها للحجم الكبير الشيء اللي باهي أنه أحيانا جدر جربا بالوجود إخواننا الجزائرين بوجود إخواننا من ليبيا بوجود أحبابنا من تونس من صفاقص من منسير من صخيرة من قفصة من كل ما معناها للأماكن فهزادة كل الطائرة سبعة فرق إخواننا من صفاقص إخواننا أريدهم الجزائر وخمسة جمعات من قابص فيها قرابة أكثر من ثمانين مشارك في الكرة الحديدية وفيها إن شاء الله العشية للعدو الريفي سيمي مارطان هذه التظاهر التي احتضنتها جزيرة جربا تواصلت على مدى ثلاثة أيام متضمنة جملة من الفقارات الثقافية والتنشطية ولسيما منها الرياضية التي تنافس فيها عدد من المشاركين من دول الجزائر وتونس وليبيا بهدف الاستمتاع والابتعاد عن ضغوطات العمل في مختلف القطاعات برأيهم نحن كل عام نشاركوا فيها هذه تخلينا نتفردون ونعرفوا برشا زملاء وبرشا كما قلوا نتعرفوا على بعضنا والرياضة ديما ماكتعرفة الرياضة ديما فيها الجو فيها نبدلوا ريتم حتى بش الوحد يرجع يخدم يرجع بروح أخرى هو الفايدة كبيرة أنه هو يتعرف على ناس أخرين تكون عندك تجربة في الكروية وفي تجربة رياضية وفي نفس الوقت يعني إزال بوست دي كونتراكتي يعني من السترس من الخدمة ومن العمل اليوم المضني الوحيدة على مستوى كل الرياضات اللي هي اللي تخلق في الأخوة والصداقة والتعارف ما بين الشعبين تعارف تعارف بين إخوة هذا هو الهدف من هذه المشاركة أنساء نحن تظاهرة رياضية ثقافية سياحية في آن واحدة مثلت الإضافة النوعية للمشهد في جزيرة جربة والترويج لهذه الوشهة خاصة في السوق الجزائرية والليبية ختم النشر مشاهدين شكرا على حسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة